تصميم اللي بنشوفه على الورق هو ده اللي بتحول الواقع صورة طبق الاصل الجرامتي قدام حضرتك اوه الدمانة قدام حضرتك اوه خد بالحراك البروجرس ده اللي تم من 2018 لغاية 2023 الحراكة بتكلم في خمس سنين بمعدلات بشهادة كل الوافدين لمدينة العالمين سواء كان من الدول العربية او الاتحاد الاوروبي معدلات فائق محدش بيه احنا محدش متخيل ان احنا بدقين في البروجرس ده من 2018 بس احنا بنتكلم انه من 2018 ل23 بنتكلم في خمس سنين ما كملوش لس اه خد بالحراك انا لو انا بقيس على هيئة المجتمعات ومدن الجيلة التالت بس اللي كانت بتاخد 20-25 سنة عشان بتخلص فاحنا هنا بنتكلم في معدلات غير طبيعية احنا هنا احنا هنا في العالمين انا لو حضرتك جيت بعرابيتك الصبح على مكان منطقة وشفتها وانت راجع اخر اليوم من شغلك هتلاقيها مختلفة هتلاقي فيه حاجب بتتعمل هتلاقي فيه مختلف احنا يعني مش عاوز اقول المعدلات اليومية بتعدل 150 مليون جنيه في اليوم كبروجرس او تكلفة الاعمال بيتم بتنفيذها احنا من سبق الزمن عشان نحق المستدفات بتاعتنا ودايما احنا بيبقى عندنا رؤية ان احنا في الهيوش بروجيكت دي او في المشروعات العملاقة دي ما بتستناش المشروعات ما يخلص انت دايما لازم يبقى عندك تشغيل ولازم يبقى عندك استفادة عشان لازم على الشرطة تايم يبقى عندك عائد صح والعائد ده تبدأ تاخده تغطي بيه تكلفتك او تعمل بيه مشاريع جديدة الجنيه اللي بحطه في العالمين بيرجع لي كامل اربعة وخمسة يعني اربعة وخمسة واميدياتلي يعني احنا مش بنتكلم انا ما بحبش اتكلم في ارقام عشان يعني بس احنا هنا عشان واللهم لا حسد احنا هنا اقول لحضرتك اللي انت اللي انت هنا بتكلفه جنيه بتبيعه باربعة وخمسة وجست ان هو بتحط اونلاين بيتباع ما خلي بالك برضو حتى اللي بيجي يشتري بعد كده باربعة وخمسة على كلامك هو شخصيا مستفيد لانه كامل هو العائد الاستثماري بتاعه طبعا عالي ما هو هنا ما بيش حد بيجي برضو يجي يحط قرش يهي بيهزر احنا هنا بس نرجع للاول للاستراتيجية لإقامة العالمين الجديدة قلنا كان فيه رؤية من القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من المكان 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 زم حالك شايف كده متميز جدا 14 كيلو على البحر مناخ من عند ربنا هنا الدولة ما تيجي تستثمر اه تستثمر ليه تستثمر لان العائد اربع وخمس اضعف احنا هنا دورنا بس الفكر بتاعنا المختلف ان احنا ما بنستناش المشروعات عشان تخلص احنا لازم جرادولي كده او جزئي ندي تشغيل نسلم وندي التشغيل عشان تبدأ حركة الانكم او الكامباك بتاع المشروعات تبقى موجودة عندك عشان تقدر بعد كده تشتغل في المرحلة التانية وتشتغل في المرحلة التالتة وهكذا اشتغل في المرحلة التالتة